عقد الأمين العام للفيدرالية الشادية لكرة السلة مؤتمرا صحفيا قدم من خلال حصيلة الأنشطة التي قامت بها الفيدرالية خلال الموسم الرياضي المنصر تقرير عباس بكار مصطفى بعد أربعة أيام من عمال الدورة التطبيقية لممارسي كرة السلة مع المدرب جاكو بيليام الخبير في هذا المجال جاء إنقاذ هذا المؤتمر الصحفي الذي أحياه أعضاء الفيدرالية الشادية لكرة السلة بمشاركة الخبير في مجال كرة السلة ويليام وذلك بهدف تدريب اللاعبين ورفع مستوياتهم في رياضة كرة السلة مضيفا بأنه سيبذل ما بوصعه من أجل ترقية هذه الرياضة على هد قوله كما أضاف المنسق بأنه يجب تضافر جهود ممارسي كرة السلة الأمر الذي سيدفعهم للبلوغ أهدافه المنشودة والتي ترمي إلى ترقية كرة السلة في شاد أما أننا عزنا أعلمون لكي نعلم أن نعلم أنه قدر في قدرة ولا في فكر هناك لأن الكثير من الناس يجيب يوم ويجيب لكن إنه يمشي الأعلمون لكي تعرفون أيها الأن يلبال يعني قدرة يلقى فكرة يبقى أدين الأمين العام للفدرالية الشادية لكرة السلة ريام أبد اللهي أوضح بأن الفدرالية مستعدة لتدريب ممارسي هذه الرياضة وعليه فإن الفدرالية الشادية لكرة السلة من المنتظر ستحزى بمدربين في مجال كرة السلة أملا في رفع كفاءات اللاعبين وتزويدهم بمهارات وتقنيات فنية لتحقيق الانتصارات في الملائب الإقليمية والدولية ونبقى في الصفحة الرياضية نظمت صباح اليوم الأولمبية الرياضية تشادية كوستا بالتعاون مع لجنة التضامن الأولمبي الملتقى الوطني حول إشكالية مشاركة الفتيات وسيدات في النشاطات الرياضية التي ستكون في الفترة ما بين 13 و14 من شهر الجاري وقد جرت المناسبة بمركز سيفود هنا في العاصمة أن جمال تقرير آدم حسن المكاوي عزوف الفتيات والنساء عن المشاركة في النشاط البدني ورياضي هو بيت القصيد الذي نشدته اللجنة الأولمبية الرياضية تشادية بالتعاون مع التضامن الأولمبي في هذا الملتقى الوطني الذي جاء بعنوان إشكالية مشاركة الفتيات والنساء في النشاطات الرياضية أسئلة عديدة ستطرح حول هذا الشأن في فعاليات الملتقى فيما يتعلق باستقباب الفتيات والنساء للمشاركة في مختلف الألعاب الرياضية وذلك على حد قول النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الرياضية تشادية في كلمته الترحبية بهذا الحفل سيو كوميتور الرياضية قال أي دولة كدرك لسنة 2020 كدرك أي بكان سبور 30% 30% اللي يشلون نبس ندور عشان بشجرون عشان نلقم كثير عشان ندسون فيها أما ممثلة وزيرة الشباب ورياضة المديرة العامة بالوزارة سولى أندن نوجي في خطابها الافتتاحي للملتقى أعربت عن سرورها بتنظيم هذا الملتقى الذي يشخص علتاء وأسباب عدم مشاركة الفتيات والنساء إلى تحقيق التوازن وأن حلقات الملتقى سيعتمد عليها لوضع خريطة طريق لإحياء رياضة النسائية في تشاد مع تعزيز تحسين حصة مشاركة الثلاثين في المئة هذا وخلال يومين سيتبادل المشاركون مواضيع مختلفة متعلقة بإشكاليات مشاركة الفتيات والنساء في النشاطات الرياضية والبحث عن استراتيجية جديدة لتنمية رياضة في أوساط النساء والفتيات الفتيات موسيقى